النادي الاهلي محمد هاني اللي عامل بطولة كبيرة جدا هدف في المباراة الاولى صعادة النادي الاهلي النصف النهائي وكمان تقلب كبير جدا في المباراة التانية حتى لو شارك الشوت واحد لكن مجهود كبير يا هاني وببارك لك في البداية حبيبي يا امير ربنا خليك طبعا ألف مبروك للنادي الاهلي كله والجماهيره والفرقة كلها فرقة رجالة جدا بجد الفرقة دي في الوقت الشدة بتبين المعدن بتاعهم واعتقد الناس كلها شافت وحتى لو في غيابات او في ناس مصابة او في ناس مش موجودة اي حد بيلعب بيبقى كويس وده اللي النادي الاهلي أثبته واللي الفرقة دي أثبتته الحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر بمداليا طبعا كان نفسنا ان احنا نوصل النهائي هو ده اللي احنا كنا متوقعينه يعني بس يعني خير طبعا كل حاجة خير الحمد لله والحمد لله اللي احنا روحنا بمداليا برونزي يعني الحمد لله رغم كل الظروف والصعوبات الفرقة مرت بيها اصابات وموعيد متضربة في الاجندة الدولية هيأتوا نفسكم ازاي الطريقة اللي خلتكوا تجيبوا المداليا برونزي في الاخر رغم كل الظروف دي وما كانش بالمناسبة حد يتوقع ان ممكن الاهلي يكون بالاداء ده وبالنتاج دي انا بقولك يعني اللعبة يعني احنا عادنا مع بعض حتى قبل اللعبة بتاع المنتخب يجو الناس الكبيرة كلها كلمت كان وليد سليمان ورامي ربيعة ويعني كل وعلي معلول طبعا يعني الناس الكبيرة كانت موجودة وكلمنا وان احنا يعني مجرد ما بتلبس تشيرة النادي الاهلي ده وتنزل ملعب انت كل حاجة محسوب عليك مفيش حاجة اسمها اصلي ده مش موجود اصلي ده في المنتخب هلاص هو ده قدرك هو ده النادي الاهلي فاللعبة كلها بصراحة اتفقنا ان احنا نعمل حاجة محترمة يعني حتى قوم ماتش كان بنسبانا أصعب ماتش الحمد لله ربنا كرمنا فيه وقدرنا احنا نكسبه ونوصل يعني الى الادوار اللي بعد كده طموح محمد هاني بتجدد ازاي مع النادي الاهلي تقريبا يعني الفترة الفاتت كنت بعيد شوية لكن قدرت ان انت ترجع وتثبت امكانياتك الكبيرة اللي احنا كلنا سكة فيها لكن تجديد الدوافع بالتحديد لان ده امر بيهم او جمهير النادي الاهلي دايما يقولك بعد سنة الفاتت قالك جبنا برونزيا فممكن الجيل ده ما يفكرش ان هو يجيب ميدالية تانية او ان هو ما يروحش كاس العالم وكلام من ده انتو ازاي كجيل بيتجددوا الدوافع بالنسبة لا يعني احنا احنا الجيل ده يعني الحمد لله كسرنا حتة ان انت ما بتاخدش بطولات او ما بتاخدش افريقيا او ما بتروحش كاس عالم كنا دايما بنقض نسمع من اللعيبة الكبيرة اللي هي راح تكاس عالم قبلينا واللي خدوا افريقيا كانوا يعودوا لنا ده احساس حل ان انت تاخد افريقيا وحاجة تانية خلص انت تروح كاس عامل اندية الحمد لله اللعيبة كلها اللي موجودة هنا كلها عندها طموح اللي هي عايزة تعمل كده وعايزة تعدي الناس اللي قبليها وดي حاجة حلوة يعني كل اللعيبة اللي هنا عندها طموح عايزة توصل كل سنة وخلاص يعني احنا بنخلص الماتش يعني احنا خلاص خلاصا الماتش النهارده هنفرح ونبسه كل حاجة هنرجع بقى بكرة خلاص انت بتقفل بقى الكسة دي خلاص بس عندك بقى ماتش مهم جداً للهلال السوداني هناك ماتش طبعاً ماتشاتر رخمة اللعبة كلها لازم كله هيقفل بقى كسة العاملة عندها دي انت خلاص دخل داخل في بطولة تانية وهي بتبتدي من هنا عشان توصل تاني للكاسة العاملة عندها بس فهو ده زي ما أتاك هو ده قدرنا طوفية هني وألف مليون مبرو حبيب ربنا غليب شجر عامل يعني محمد هني في الحقيقة من النجوم الكبار جداً العامل بطولة مميزة رغم يعني كل الانتقادات اللي كانت عليه لكن واضح ان شخصيته قويه يقدر ان هو يثبت لجماري النادي الأهلي انه لعب كبير بننتظر منه المزيد بكل تأكيد وفي كل الأحوال ان شاء الله بإذنها كل لعب النادي الأهلي يكونوا رجاله خلال الفترة اللي جاية المليئة بالمباريات وبالتحديد التحدي الأفريكي شيء مهم لكن النهاردة يبقى الاهلي كبير أفريكا وكبير العرب كمان بعد الفوز على الهلال بربعية نظيمة لست مستمعين معكم ان شاء الله كباليس أكتر وأكتر استمعين